شاهدنا حال الدراما السورية في رمضان هذا العام خلينا نشوفوا بيشو صار من الطبيعي انه نحكي عن الدراما والمسلسلات ببقى انه بكرة هو اول ايام شهر رمضان يترى اين اصبحت الدراما السورية هل هناك دراما سورية جيدة ترتقي لمستوى المشاهد وترتقي عموما بالذائقة الفنية ام انه اختلطت عموما بالدراما العربية واقتصرت احيانا على مسلسلات البيئة الشامية كل اسئلة تخطر على بال كثيرين مهتمين وايضا متابعين اذا خلينا نشوف هذا التقرير حول الدراما السورية وهو ما زال لها سوق انصح التعبير خلينا نشوف مع بعض لطالما كانت المسلسلات الادرامية تقصى من تقص شهر رمضان لدى السوريين لم يكن لها منافس خاصة عندما مرت بسنوات ازدهار وكان لها حضورها القوي محليا وعربيا لا يختلف حالها اليوم عن حال معظم الفنون في البلاد فما زالت تعاني الفسادة واثار الحرب الاقتصادية والثقافية والسياسية على حد سواء اسباب متعددة رجحها البعض الى مقاطعة بعض القنوات العربية للدراما السورية جاءت بعض هذه المقاطعات بسبب اقحام النظام لروايته السياسية وفرضها ضمن القصة الادرامية ومن جهدا اخرى ادى غياب السياسة التسويقية لدى كثيرا من شركات الانتاج الى هذه المقاطعة وجهات نظر مختلفة من ضمنها ايضا تأثير غياب الصف الاول من الكتاب والمخرجين عن الساحة الادرامية بعضهم كان له موقف ضد افعال النظام وقاطع مؤسساته والبعض الاخر تجنب العمل لاسباب مادية بحتة يحاول نظام شراء الاعمال الادرامية وعرضها على قنواته الرسمية والقنوات الخاصة التابعة له ولكن هل تكفي هذه المحاولات ام ان المنظومة الادرامية في سوريا يجب اعادة تأهيلها وتنظيمها وادراك تأثير مستواها على مستوى المجتمع الاعمال الدرامية عبر الزمن اثرت في قضايا كبيرة وخلتنا كتير من احيانا ناخد ربما مواقف لذا لا يمكن الاستهانة بتأثيرها على الجمهور بالحديث عن الجمهور شاركونا مشاهدينا بسؤال حلقتنا لليوم هل ما زلت تشاهد الدراما السورية في رمضان طبعا بإمكانكم التصويت والتعليق على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك على كل حال رح نكيب تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع مع ضيوفنا اليوم اللي رح نحاول فيه توضيح كل شي حول الاسئلة اللي بتختار على بالكم بنرحب اوشي بالستوديو بنخرج سوري ثائر موسى اهلا وسهلا فيك ميت هلا اهلا بكم وعبر السكايب الفنان والاعلامي عبدالقادر المنلى اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا استاذ ثائر بدي ابدأ معك هل بالفعل في كان صناع للدراما من الصنف الاول وهل مازلوا موجودين يعني هي كلمة الصنف الاول شوي بطاطة الواقع عموما معظم من كان يعمل بالدراما السورية من مخرجين مثلا ما زالوا موجودين في سوريا الواقع قلائل جدا اللي طلعوا خارج سوريا فإذا بدنا نحكي هيك بالمعنى النسبي ما زال العدد الاكبر من من كان يعمل قبل الثورة ما زال موجود في سوريا ويعمل في مسلسلات النظام وبالتالي نعم هن موجودين بغض النظر عن المستوى الذي يقدم وهذا بقى يعني تساؤل كبير وله ابعاده الفنية والمادية والسياسية ويطول او يتشعى بالحديث طالما هنم موجودين صناع الدراما شو الأسباب الرئيسية لتراجع مستوى الدراما لتراجع كبير اللي صار خلال هاي السنوات الدراما السوري يعني أولا أنت بتعرف أن البلد يحيى كارثة أساسا وبالتالي لا يمكن إلا أن تؤثر هذه الكارثة الإنسانية في ظل نظام أساسا استبداده غير مكترس أساسا بما يحدث في سوريا وهذا سبب سوء في معظم نواحي المعيشية ومنها أيضا نواحي الفنية لذلك أنا بشوف أنه في مشكلة كبيرة ليس فقط في الدراما السورية مشاما يعني في مشكلة يعني على صعيد الوطن أساسا كبيرة تركت أثارها عند ناس ارتضوا لنفسهم أن يكونوا يعني مطية لهذا النظام في إنتاجاته للواقع إما سخرت للبروباقاندا تبع النظام وهي بالتالي مسلسلات ضعيفة النصوص أو هربت من هذا الواقع باتجاه مسلسلات إما البيئة الشامية أو المسلسلات التاريخية والواقع أنه ما ميز الدراما السورية إذا كنا نتحدث عن تميز وأنا يعني لي رأي آخر في هذا الموضوع بعدين نحكي فيه هو أنه كانت بشكل أو بآخر في مسلسلات دراما الاجتماعية إلى حد ما يظن الجمهور بأنه هي كانت تلامس مشاكله اليومية سواء كان مسلسل درامي جد أو مسلسل كوميدي وأنا أؤكد على أنه يظن الجمهور لأنه هي كانت هوامش متاحة فقط أساسا لخدمة النظام وأساسا لتعوين فكرة أن النظام نظام بيمقراطي ويسمح لكم بالكلام وهكذا يعني كانت الدراما في ذلك الوقت لذلك أنا بظن أنه ما حدث في الثورة السورية وما بعد الثورة السورية هو استمرارية أنا كنت شايفة حقيقة دون أن أدعي يعني الاستشراف لكن كنت شايفة أننا سنصل في يوم الأيام إلى هذا المستوى الضعيف في الدراما عبدالقادر بدي أرجع لك على سيرة كنا نحكي على تراجع بنا تصنيف منك على حال الدراما السورية ترعيب موضع تراجع أو حتى تدهور نعم يعني أولا أريد أن أنوه إلى أن الدراما السورية لم تتراجع فقط بعد الثورة هي في الحقيقة ابتدأت بحركة تراجع خطيرة من اللحظة التي استولى فيها أتباع للنظام على شركات الإنتاج الكبرى يعني يمكن ابتدأ هذا الكلام مع شركة الشام وإن على استحياء حيث تم توظيف هذه البضاعة أو هذا المنتج الفني كبضاعة تخلت عن شروطها المعرفية إلى حد ما إلى أن وصلنا إلى زمن الثورة في زمن الثورة هاجر الكثير من الشرفاء الذين ساهموا في صناعة الحركة الدرامية وبقي المتنفعون المتكسبون المنتصرون لمصالحهم وهذا يعني أن هؤلاء أساسا كانوا بلا قضية كانوا يعملون في الدراما التلفزيونية على أنها نوع سلعيمة لا أكثر ولا أقل وكل القيم التي كانوا يتوارون خلفها اتضح أنها كاذبة تماما ولاحقا باعوا نفسهم تماما للنظام ليستفيد النظام من هذه الظاهرة الفنية وجعلها شاهدة زور أيضا على كل ما يحدث في سوريا للأسف استجاب هؤلاء الفنانون الذين لا يزالون يعملون تحت كلف النظام استجابوا لهذه المسألة وابتدأوا بصناعة أعمال كلها قائمة على الكذب والزيف والتزييف وهناك أيضا شيء مهم جدا حدث يعني كما حدث في التغيير الديمغرافي هناك تغيير ديمغرافي في الدراما التلفزيونية ذاتها يعني الكوادر الحقيقية الكوادر المؤهلة الكوادر التي لديها مبادئ هجرت واستبدلت يعني ديمغرافيا أيضا استبدلت بكوادر لا هدف لها ولا مبدأ سوى منافعها الشخصية وبالطبع بهذا الشكل من الإنتاج لن تجدي إنتاجا ذا قيمة بل على العكس لعبت هنا أيضا يعني معطيات عديدة أهمها أن العمل في الدراما التلفزيونية بات بشكل واضح ومباشر يعتمد على منطق الولاء ويعني النظام يوافق على أعمال لكي يكافئ من وقف معه ولا يهم أبدا ماذا تقوله هذه الأعمال من قيم هي المهم أن تكون منحازة منحازة لرواية النظام ولا يهم حتى المستوى الفني أو المستوى القيمي كل ذلك لا قيمة له بالنسبة لصنع الدراما الآن خلينا منقلة لأستاذ فائر لأي درجة النقطة التي أشار إلى استاذ عبدالقادم انحدار المستوى الفني ولو قد نفسه ابتعاد الدراما عن القضايا المعاصرة الحياتية اللي بتهم الناس مثل ما ذكرت حضرتك قبل شوي لأي درجة هذا بيبعد الدراما فعلا وبيفقد جمهورها هلأ إذا كنا نعتبر بأن الدراما يعني هي يفترض أن تكون واقع الحال المعاش وإذا كان يعني مآلاتها من مآلات الوضع الذي تتواجد فيه هذه الدراما في بلد ما فالدراما السورية الموجودة في سوريا لا يمكنها أن تكون إلا رهينة للنظام حتى لو افترضنا بأن بعض الناس من من بقوا مشان أنا ما عمم وأقول بأن كل من بقي هو يعني مع النظام حتى الصامتين منهم هم لن يستطيعوا فعل شيء لأنه بالأساس هني مهمشين والفاعلين يعني مثل ما قال صديقي الأستاذ عبد القادر تحياتي إلى وصلي زوام ما شفته يعني الهامش المتاح هو الواقع لا هامش لا هامش إما أن تكون مع النظام إذا عم نحكي على الدراما الاجتماعية إما أن تكون مع النظام أو لا تستطيع أن تقول شيء ويعني حتى كي أكون عادلا نص مثلا مثل نص الندم الذي طرح على أنه نص معارض وأنه مسلسل يتحدث في صلب القضية السورية هو بالواقع لو بدنا نشرحه وواضح أن الأستاذ حسن سامي يوسف صديقي الذي أحبه وأقدره جدا يعني كان مقيدا وأنا واثق لو أن حسن سامي يوسف كتب هذا النص وهو خارج سوريا لا كتبه بأبعاد أخرى كليا وبصراحة أكبر وبجرأة وبعمق في التحليل أكثر لما طرح في هذا المسلسل والآن أنا أتحدث على صعيد النص والذي هو أساسا الحجر الأساس في نشوء العمل الدرامي لذلك طبعا سوف تتراجع هذه الدراما لأن هذا النظام نظام مجرم ومستبد ولا يقبل إلا وجهة نظره ووجهة نظره هي وجهة نظر بالمناسبة حضاريا متخلفة وإنسانيا بشعة ولا يمكن أن ينتجوا إلا مثل هذه رأيات وضع الاقتصادي كان له دور بوجود الأعمال الجديدة أو حتى نتيجة انهيار أنا بظن ما بعرف إذا صديقي الاستاذ عبد القادر بوافقني نتيجة انهيار الوضع الاقتصادي في سوريا وانهيار الليرة السورية في سوريا صار أيضا الكلفة المسلسل الذي يريد لنفسه أن يباع يعني منتجينه صار بالنسبة له أن العمل غير مجدي كثيرا وبالتالي صار مثل ما بيقولوا عنها بدهم يعملوا العمل بأروش المصاري فدخل في هيئة أروش المصاري بلعبة أروش المصاري وهذا النظام أيضا دائما وأبدا كان حريصا على ابتدال كل شيء في هذا الوطن كل شيء ليس فقط الدراما وليس فقط الفن وبالتالي دخلنا في هذه العملية اللي في الواقع الدراما هي فن مكلف شئنا أم أبينا اليوم في شركات إنتاج بالواقع توظف رؤوس أموال قليلة جدا وتستغل حاجة الممثلين حتى وإن اعتبرناهم موالين للنظام تستغل حاجة الخسم الأكبر منهم للحياة فتعطيهم أجور قليلة وأجور قليلة للكتاب وأجور قليلة للإنتاج ما عدا طبعا بعض النجوم الموجودين في الساحة السورية والباقين في سوريا هذا الممكن بيأخذوا أجور معقولة لكن اقتصاديا الانهيار الاقتصادي الذي حدث في سوريا كان له بشكل كبير بشكل واضح أستاذ عبد القادر الحديث عن الجانب الاقتصادي والتسويق عموما حتى الأعمال التي تنتج ومحسوبة على النظام بشكل أو بآخر أو تنتج داخل سوريا تجد صعوبة أيضا في تسويق هذه الأعمال في حديث اليوم برمضان عن منع عرض مثلا بعض المسلسلات شو تعليقك على هذه النقطة تحديدة؟ أنا أعتقد أني وافق صديقي أستاذ سائر على الانهيار الاقتصادي الذي حصل في الداخل السوري ولكن النظام لم يتوانى عن دعم الأعمال الانفزيونية التي تناصر روايته تماما كما لم يتوانى عن دفع تكاليف طاهظة للبراميل والصواريخ وكافة أنواع الأسلحة النظام يتعامل مع الدراما أيضا اليوم على أنها أحد أسلحته وطبعا جاهزية العاملين في الدراما ما يمكن أن يطلق عليهم جوزافا اسم فنانين الآن جاهزون لتنفيذ أي وجهة نظر يريدها النظام أنا أعتقد أن الضائقة الاقتصادية طالت فعلا كما قال أستاذ سائر صغار ممثلين ولكن الحيتان الكبرى يعني اليوم نجدت أنزور على سبيل المثال وأمثاله وهم كسر تفتح له الميزانيات كما يشاء فقط لكي ينقن رسالة تلفزيونية درامية براميلية تؤيد وجهة نظر النظام لكي نتعرف حقيقة إذا أردت أن تتعرف حقيقة على مستوى الدراما السورية التلفزيونية اليوم وأنا هنا طبعا أريد أن أنبه إلى الفرق بين الدراما السورية ودراما النظام يعني اليوم للأسف لا نستطيع أن نقول الدراما السورية وهي تصنع في غرف النظام وغرف مخابراته فإذا أردت أن تتعرف عنه اليوم وطروحاتها انظر إلى على سبيل المثال محمد قبند وإلى منطقه وإلى طريقة كلامه هذا هو أعلى سقف يمكن أن تصل إليه طروحات الدراما التلفزيونية اليوم في ظل الإشراف عليها ودعمها من قبل هؤلاء الاقتصاديين الذين لا يفقهون شيئا لا في الدراما ولا في السياسة وإنما يعتمدون على الولاء وعلى الأموال التي جمعوها دون أن تعرف مصدرها وبالتالي أنا أعتقد أن الأزمة الاقتصادية حقيقة لم تنل الأعمال التلفزيونية التي يريدها النظام هي طالت فقط يعني صغار الكسبة من الفنانين المشاركين أما الكبار الذين يعملون لمصلحة النظام فتفتح أمامهم ميزانيات ضخمة تماما كما تفتح أمام جيش النظام وأمام جنرالاته يعني المسألة تماما متشابهة جدا يعني خذ على سبيل المثال الجندي الذي يخدم في جيش النظام يعني هو معدم وحتى إذا مات يعني لا يحظى أحيانا بجنازة فيما الجنرالات الكبار يسرقون وينهبون وتوضع أمامهم ميزانيات ضخمة وكذلك لجنرالات الدراما يعني بالضبط يعني الأزمة الاقتصادية أنا أعتقد لم تطل أبدا لأن إيران تدعم بأموال كبيرة جدا والنظام أيضا يوظف جزء كبير من الميزانيات للبرميل للصاروخ للمسلسل يعني هذه يمكن أن تتعامل معها ككتلة واحدة فبالتالي أعتقد أن الأزمة الاقتصادية لم تلعب دورا كبيرا أما فيما يتعلق بالتسويق أنا أعتقد أن القنوات الفضائية العربية لم تتوقف مع مشكلة أن المسلسلات المنتجة من قبل النظام هل هي لها طابع سياسي أو لا أنا حسب متابعتي نحن ندخل معك أستاذ عبدالقادر بتفاصيل أكثر وبما أننا نحكي عن الموضوع المسلسلات اللي يتأجل عرضة خلينا نشوف هذا الانفوغراف اللي بيحمل أسماء المسلسلات المؤجر عرضها أو حتى يمكن اللي تم منع عرضة يمكن تساعدنا شوي بموضوع نقاشنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أتجه لأعمال غير معاصرة يعني شيء تاريخي وشيء بيئة شامية وما إلى ذلك لأي درجة فيها الدراما تكون بعيدة تماما عن الواقع المعاشر اليوم في سوريا وهل هذا ممكن؟ هل الواقع هي مسألة موقف أخلاقي من الفنان تجاه ما يحدث في بلاده واتجاه مفهومه إن كان يريد أن يكون مع الاستبداد أو ضده أو حيادي كليا طبعا بالنسبة للممثل إذا كان يمارس مهنة بمعنى المهنة فقط فأوكي قد يكون الهروب إلى المسلسل التاريخي دون الخوض في مسلسلات النظام التي تشكل بروباقاندا كبيرة للنظام قد يكون حل هذا ولكن أنا لا أراه حلا يقف في جانب الحق ويقف في جانب المواطن السوري المظلوم الذي يعني عندما ثار في 2011 يعني ثار لأربعين سنة من الظلم الواقع يعني يفترض الفن يبقى ملاسق لهموم المواطن وليس بعيدا لا في حالة مثل الحالة السورية يجب أن يكون للفن موقف نحن لو كنا عايشين بسويسرا ولا في بلد آخر أؤمن أنا بنخبوية الفن في مثل تلك البلدان قد يكون الموضوع مطروح لكن نحن في سوريا في بلد يعني يعني كارثة إنسانية وخراب يومي وامتهان لحقوق المواطن ومش لحقوقه لحياته هذا النظام يعتدي على أغلى ما في البشر يعني حياة البشر فأنت يعني أوكي أنا لا أريد الدخول في خيارات العالم لكن أنا شخصيا لا أفهم أن يكون الفنان الفنان يعني الذي يطل على الجمهور والذي لديه هذه الوسيلة لكي يدخل إلى بيوت الجمهور أن يدعي الحيادية نعم عبدالله آدر بدي أرجع لك نحكي على شوية المعايير لتسويق المسلسلات نحن نعرف كثير مسلسلات تم يمكن الاستعانة ببعض الممثلين مثلا اللبنانيين أو حتى المصريين هل كان لدخولهم للمسلسلات السورية أو حتى الدراما السورية دور في الترويج يعني ممكن فينا نقول في أسماء بيعة يعني أنا أعتقد أن آليات التسويق لم تختلف عما قبل الثورة بقيت المسلسلات التباع وفق الأسماء البيعة في الحقيقة أنا لم أسمع عن عمل تم منع عرضه أو لم يقبل إلا إذا كان مترد المستوى إلى درجة لا يمكن يعني غير قابل للعرض في الحقيقة يعني لو أن هناك جهة رقابية على المستوى الفني والقيمي في القنوات التلفزيونية أو في القنوات الفضائية العربية لما استطاع أي مسلسل تلفزيوني من إنتاج النظام لن يستطيع أن يجد طريقه إلى التسويق أسوأ أنواع الدراما هي تلك التي تستطيع أن تتنبأ بما تريد أن تقول قبل أن تراها ويعني هذه هي حقيقة اليوم نستطيع أن نتوقع ماذا يريد المسلسل أن يقول ونستطيع أن نتوقع حكايته بالكامل دون أن نرى وأعتقد أن قد يكون هذا يعني هو جزء من أسباب تراجع التسويق ولكن يعني المشكلة أن بشار الأسد جعل من سوريا بلدا غير محترم للأسد الشديد حتى في نقات لنحكي شوي بمجال الفن أكثر في نقات كانوا يقولوا أنه حتى لتبنى فكرة مغايرة للنظام كمان يمكن كان فيه عدم قبول وهو يمكن يفسروا بالمباشرة برأيك مين المسلسلات التي لم تكن أصلا مباشرة وكسرت هذه المباشرة وقدرت أنها تجذب الجمهور وحتى شركات الإنتاج لنحكي بالسنوات الماضية بصراحة المسلسل الوحيد الذي عمل بنفس معارض كان مسلسل أستاذ هيسم حقي 2015 وجهه أماكن وجهه أماكن وهذا لم يجد طريقه على الإطلاق للتسويق يعني اليوم أنت تستطيعين أن تروجي مسلسل من إنتاج النظام مسلسل براميلي ولا تستطيعي أن تروجي لمسلسل أو تسويقي لمسلسل يتبنى وجهة نظر السورة السورية لأن هناك فيتو على كل ما له علاقة بتأصيل وترسيخ وتأكيد فكرة حقية أو حق الثورة السورية حق الشعب السوري في الحرية وفي دولة مدنية واضح أن توجهات أيضا الدول العربية الأخرى وخصوصا السوق الخليجي على ما أعتقد هي حصار ليس فقط الثورة السورية وإنما أيضا أي فعالية يمكن أن يقوم بها فنانون مضادون للنظام لأن طبعا الفن سلاح قوي جدا النظام لا يستطيع أن يتهم الفنانين بأنهم من داعش لا يستطيع أن يتهم الفنانين بالإرهاب فهذه صورة لمدنية الشعب السوري ولمدنية ثورته وليحرصه الوطني لذلك تم وضع فيه تحقيقه على العمل الوحيد اليتيم الذي أنتج وهو يتبنى نحن نسأل نقفة مهمة ساثائر بهذا السياق طالما فيه فنانين وفيه كثير فنانين عنده موقف واضح ضد الظلم على الأقل وفيه كوادر مخرجين وكتاب أيضا شو العوائق أمام إنتاج دراما سوري بعيدا عن النظام شوف صديقي أنا بس بدي أعطيك مثال صغير وبنتقل للإجابة تكملة لحديث الأستاذ عبد القادر أحب لكم أن وجوه وأماكن من إخراج الأستاذ هي ثم حقي كان من إنتاجنا يعني من إنتاج شركة متافورة قمنا بهذا العمل بتمويله كاملا من A to Z من الألف إلى الياء وتم تصويره في تركيا قبل أن أقول لك أو أؤكد على ما قاله الأستاذ عبد القادر بأن المسلسل وضع عليه فيتو أحب أعطيك مثال صغير بحطك تماما بصورة ما يحدث في التلفزيونات العربية النظام السوري في إحدى المسلسلاته التي أرسلها إلى تلفزيون دبي بقصد التسويق النظام السوري يعني مؤسسة الإنتاج الموجودة في دمشق في هذا المسلسل كان في مشهد لمظاهرة صحيح أنها مساقة بأنه من وجهة نظر النظام وموظفة بالنهاية من وجهة نظر النظام ولكن كان فيه هناك مظاهرة يعني فيه ناس آيمين ضد السلطة أعاد تلفزيون دبي هذا المسلسل إلى المؤسسة الإنتاج وطلب منهم منتجة هذه اللقطة يعني إلغاء لقطة المظاهرة يعني فيه رقابة كان هناك أكثر من رقابة ما المقصود طبعا قالوا له هذا مسلسلنا ترنها ما مسلسل معارضة يعني نحن النظام قالوا ولو كان لا أريد أن أشاهد مظاهرة لماذا؟ لأن المستبد الحاكم العربي وتلفزيوناته لا يريدون حتى مشاهدة أن أحدا ما من الناس يمكن أن يقوم بمظاهرة ضد النظام هذه الأمور عليها فيتو كامل في التلفزيونات العربية وبالتالي هذا انعكس على مسلسل وجوه وأماكن وسوف ينعكس على أي مسلسل وأريد أن أقول أمرين هنا أولا سينعكس على أي مسلسل درامي يقف في صف الثورة السورية ولن يجد تسويقا على الإطلاق في المسلسلة في التلفزيونات العربية إذن عموما هذا الموقف السياسي مرفوض ولن يجد المسلسل يعني لا هيك أي منفذ كي يراه المشاهد العربي ومن جهة أخرى يا أصدقائي نحن نعيش بغض النظر عن الثورة السورية انسوا الثورة السورية نحن نعيش في هذا الوطن العربي زمن أنحطات حقيقي لذلك أنت ترى هذه الهزالة الموجودة على الشاشات من الدراما العربية عموما سواء كانت سورية ولا لبنانية ولا مصرية ولا خليجية هناك عصر لا يقبل بالمتميز والمهم ويسوق للهذيل وغير المحترى يعني إذن وجود أيضا منصات للعرض أمر مهم جدا حتى لو كان في ظروف إنتاجين نحن بها بسياق موضوعنا سألنا المشاهدين هل ما زلت تشاهد الدراما السورية في رمضان كان في التعليقات لحد الآن طبعا نسبة التصويت كان 77% قالوا لا لا نشاهد 23% قالوا نعم كان في كثير تعليقات مثلا لمينس بتقول المحطات كلها ليلة نهار على دراما السورية بيحبوا لهجة سورية إبراهيم بيقول كل الاستفتاءات بتكون على نسبة المشاهدات عاصم بيقول أنه النوعية أبحث عن النوعية فمن غير الطبيعي أن أضيح ساعة من وقتي في مسلسلات كاذبة ومزيفة للواقع والتاريخ وهذا النقطة التي ذكرها ضيفنا قبل شوي وقل بيقول شهر للعبادة عبدالحي بيقول الأمانة المسلسلات السورية صايرة مسلسلات تشبيحية هي كانت عينة من تعليقات المشاهدين يعني النسبة لها كانت كبيرة جدا ومثل ما ذكرت كله تحت غطاء النظام وكله تشبيحي على رأيي طبعا الجمهور للأسف للأسف مع أسف أود أن نشكرك أستاذ المخرج فائر موسى لوجودك معنا اليوم أهلا بكم وبدنا نشكر طبعا ضيفنا اللي كان معنا عبر سكايب أيضا الفنان والإعلامي عبدالقادر ألملا شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا للمعلومات القيمة مشاهدينا ورمضان كريم عليكم مع عيدنا لكم مشاهدينا نحن مكملين معكم فاصل ورجعين عفوا موسيقى موسيقى